موسيقى السلام عليكم وحيكم وأرحب بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ضبعة المشاهدة في قرار تاريخي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة للسعود أمس الثلاثة بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة في المملكة وصدر أمر سامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإنات على حد سواء الصحف تابعت هذا القرار التاريخي باهتمام واسع عبر صفحاتها التفاصيل أكثر في تغطية الصحف لهذا القرار نتابع تقرير التالي ثم نعود تفاعلت الصحف المحلية فور الإعلان عن أمر الملك سلمان بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة بهذا القرار التاريخي البداية من الجزيرة التي رصدت تفاعل المجتمع السعودي مع القرار على مواقع التواصل الاجتماعي فور الإعلان عنه مؤكدين في وسم تصدر التريند العالمي على تويتر أن الملك ينتصر لقيادة المرأة صحيفة الرياض وصفت فرحة للمجتمع السعودي بهذا الأمر الكريم بتمكين المرأة من القيادة ورأى الكثير ممن استقبلوا هذا القرار مساء أمس بأنه سيشكل نقلة تاريخية كبرى أما صحيفة عكاد فأكدت على أن هذا القرار لم يقفز على الثوابت الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة وأن المرجعية الشرعية الرسمية هيئة كبار العلماء وافقت بالأغلبية على هذا القرار وكانت أول التبركات لقرار الدولة نابعا من هيئة كبار العلماء على موقعها على تويتر بدورها أشارت صحيفة الوطن إلى أن هذا القرار يعزز من قيمة المرأة السعودية ويوكد على حرص القيادة على تمكينها بأن تكون عنصرا فعالا في المجتمع فيما ذكرت صحيفة الاقتصادية بأن هذا القرار يضاف إلى حزمة قرارات إصلاحية سابقة ومتتابعة للنهض بالمجتمع السعودي ثقافيا واقتصادية وتحت عنوان في ليلة سجلها التاريخ سلمان يسمح للمرأة بقيادة السيارة أشارت صحيفة الحياء إلى الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا القرار الذي لاقى ترحيبا دوليا واسعة وأخيرا من صحيفة المدينة التي رصدت استقبال السعوديات لهذا الخبر والتي أكدنا على أنه جاء كأغلى هدية من أغلى ملك وأن القرار قد حسم جدلا طويل حول قيادة المرأة عاكسا ثقة القيادة الحكيمة في بنات الوطن أنا بنت السعودية أنا من العالم الحية وطنغال على قلبي وعلى الأم العربية أرحب بكم من جديد مشاهدنا الكرام وبضيفي في الستوديو الدكتور نايف الوقع رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية ومن أبها عيسى الربعي صحفي في صحيفة الوطن أبدأ معك دكتور نايف قراءة سريعة لهذا القرار التاريخي وإنعكاساته الاجتماعية والاقتصادية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شكر لكم في قناة الإخبارية هذه الاستضافة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنى علينا بكرمه ونعمه المتتابعة نعم ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل ولايتنا في من يخافه ويتقيه ويتلمس حاجات شعبه ومجتمعه وقريبا من احتياجات المواطن في كل وقت وكل حين وحقيقة أن كل المسؤولين السعوديين في السابق وفي الحاضر كانوا يقولون أن قيادة المرأة للسيارة ليست قضية دينية وليست قضية سياسية وإنما قضية اجتماعية متى ما رأى المجتمع أن هذا الأمر مطلوب فالدولة سوف تقوم بإقراره ذكر ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله وذكر ذلك سمو الأمير نايف وذكر كثير من سمو الأمير سعود الفيصل وبالتالي هذا القرار هو تلبية لحاجة مجتمعية نعم وهو من أخص حقيقة صلاحيات الملك حفظه الله إذ أن من صلاحيات الملك وولي الأمر هو قيادة الأمة وسياستها بحيث تكون أقرب إلى الصلاح وأبعد عن العنات والتشدد والتضييق عليها وهذا القرار حقيقة سيكون له انعكاسات دينية وثقافية واجتماعية ومالية كبيرة جدا نعم إذا علمنا أن أحدى الإحصائيات تقول في المملكة العربية السعودية المتحفظة أن هناك ثمان مائة ألف سائق للأسر في المملكة العربية السعودية وإحدى الأحصائيات الحديثة تقول أن هذا العدد يبلغ مليون وأربعمائة ألف سائق يستنزفون من مالية الأسر أكثر من أربعة عشر مليار في السنة نعم هذا هذا يعني هو يعني حتى القرار يأتي وفق خطة الإصلاح الاقتصادي لكن أتحول إلى عيسى أستاذ عيسى يعني هذا القرار يأتي وفق خطة الإصلاح الاقتصادي على اعتبار أنه لك حد من تدفق الأموال الخارج باستخدام أو استخدام السائقين كذلك من تخفيض العب المالي على الأسرة كيف تنظر لذلك وفق مسيرة الإصلاح أهلاً أستاذ عبد الرحمن ومسي عليك بالخير وعلى الأستاذ نايف في الأستوديو وعلى مشاهدي الأخبارية في الحقيقة قبل أن أجيب على تساؤلك دعني أؤكد على أن هذا القرار قرار تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة جاء بعد شد وجذب جاء بعد مرحلة من الأخذ والعطاء انتهت وتوجت بهذا القرار بالمرسوم الملكي الذي جاء حقيقة ليؤكد أن المرأة تحظى بالاهتمام وهي في مسيرة التطور لنيل كامل حقوق المرأة التي هي بالفعل نصف المجتمع وهي الأم والأخت والزوجة ولها كل الحقوق المحفوظة التي تحفظ لها كينونتها إضافة إلى أن كيادة المرأة للسيارة كما قال الزمين نايف ليس الاختلاف فيها الاختلاف دينيا أبدا مهما حاول بعض الخيارات سوف نأتي إلى هذا المحور سيد عيسى ولكن نريد أن تحدث وفق الإصلاح الاقتصادي ومسيرة التنمية انعكاساته على هذه وفق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 وعراب الرؤية نعم القرار يأتي في هذا المضمون ويأتي لتحقيق وتقليل نسبة الاستقدام الكبيرة جدا في العمالة وكما ذكر الزميل نايف وبالفعل كنت مدون ذلك في الورقة التي أمامي عدد العمالة السائكين الخاصين فقط يعني ونحن نتحدث عن السائك الخاص للأسرة يصل إلى ما يقارب الثمانمائة ألف وفق إحصائيات في نهاية العام 2016 نشرت من خلال الزميل راشد الفوزان في صحيفة الرياض نعم إجمالي تكلفة السكن فقط يعني لو نظرنا لجانب بالرقم 960 مليون تكلفة السكن الاستقدام بمتوسط ثمانية ألاف يكلف ما يقارب 6 مليار و 400 مليون أرقام فلكية جدا يأتي هذا القرار لتخفيف هذه الأعباء للأسر السعودية نعم ولتحقيق شيء لا يخالف ووفق الضوابط الشرعية وحقيقة ما يميز هذا القرار أنه جاء بموافقة هيئة كبار العلماء حتى وهي رسالة لكل من يحاول التشكيك في هذا القرار أو أهدافه وخصوصا من تيار معروف جدا نعرفه منذ الأزل يعني منذ 1379 منذ أن أقر التعليم في المملكة العربية السعودية كأول قرار من ملك سعود عندما تصادم التيار الصحوي مع ذلك ووصل بهم الحد إلى التكفير ونرى اليوم أغلى من يدافع ومن يبتعث بناتهم للخارج ومن بنات أولئك المتشدكين بتلك الفتاة نعم دكتور نايف يعني القرار المفصل والتاريخي في تاريخ الوطن يعني يحظى باهتمام المرأة على اعتبار أن هذه يهم المرأة وأيضا ضمن خطة 20-30 الذي جاء من ضمن هذه الخطة من رفع مشاركة المرأة في المجتمع كيف تنظر لهذا وأيضا يعني إنعكاس هذا القرار على الخطة 20-30 حقيقة المرأة السعودية هي جزء رئيسي من مكونات المجتمع السعودي وصلت إلى عضوية مجلس الشورى ووصلت إلى مرتبة نائب وزير ووصلت إلى مديرة جامعة ووصلت إلى رئاسة بلديات فرعية وبالتالي سمح لها في الانتخابات البلدية وبالتالي ليس من المعقول أن تكون المرأة في هذه المكانة وتقود آلاف المنظومات التي معظم منسوبها من الرجال والنساء وهي لا تستطيع قيادة سيارة أو مركبة داخل نطاق المدينة أو حتى خارج المدينة هذا قرار حقيقة أنه بيّن لنا أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يعني عازمان بقوة وبإرادة صلبة على إزاحة كل ما من شأنه إعاقة مسيرة التنمية والنماء والتطور والازدهار في المملكة العربية السعودية هذا القرار حقيقة أنا أرى أنه هو رغم أنه يحمل حساسيات اجتماعية أو البعض أراد أن يسحب إلى منطقة المكروه أو المباح الديني أراد أن يخضع للجدل الفقهي ولكن هيئة كبيرة العلماء حسمت هذا الأمر ووافقت عندما استأنس خادم الحرمين الشريفين في رأيها ووافقت عليه بالإجماع بل أن من تحفظ لا ليس بالإجماع بالأغلبية ومن تحفظ كان تحفظه من باب سد الذرائع ويزول هذا التحفظ من خلال ضوابط معينة والملك حفظه الله أمر بتشكيل لجنة لوضع هذه الضوابط نحن نقول أنه للأسف الشديد يعني أحيانا بعض الظواهر الاجتماعية حقيقة لا تقنع يعني لا تجد لها تفسيرا يعني كيف أسمح لابنتي أو زوجتي أو من محارمي أنها تذهب مع سائق أجنبي قد لا يكون ثقافة من ثقافة البلد ولدين من دين البلد بسيارة بمحردهما إلى مسافة بعيدة وأسمح بإدخال هذا السائق إلى بيتي وقد يحمل ثقافة أو دين أو حتى عقيدة مختلفة ولا أسمح لمجموعة من بناتنا أن يستقل لنسيارة لوحدهم وأن يقود لنها لوحدهم يصل إلى عملهم ثم يعود هذه أحيانا من الأمور التي تستعصي على الفهم والإدراك ولكنها هي طبيعة المجتمعات ونتجأت يا دكتور على ذكر السائق سيد إيسا يعني هذا القرار التاريخي والمفصلي أيضا يعني يأتي لحماية المرأة يعني حتى اجتماعيا أيضا يعني شرعيا كل هذا ينصب في هذا القرار نظرة لكل هذه الزوايا وأخذ بها كيف تنظر لها؟ تأكيد هو قرار وأن حقيقة هو يعتي لحفظ حقوق المرأة يعتي لحماية المرأة وكنت تمنى يعني حقيقة من الجهات التي كانت تباشر القضايا في الميدان القضايا الاجتماعية والقضايا الأسرية والقضايا الخاصة أن تكشف عن بعض تلك الممارسات أو تلك القضايا حتى يدرك المجتمع ويدرك العالم أن قرار قيادة المرأة للسيارة جاء ليحمايتها وليس لإتاحة سهولة الوصول إليها هناك أسر لا تجد من يعولها لا تجد من يوصلها في احتياجاتها اليومية البعض ينظر لأن في بيته سواك وفي بيته من يكفيه ومن يخدمه من أبنائه بينما في أسر أخرى لا تجد من يعولها ومن يوصلها إلى احتياجاتها اليومية تضطر أن تستدعي بعض التطبيقات الحديثة السيارات الخاصة ككريم ونوعا ما بعض الشركات أو تستدعي السائق الخاص أو بمشاوير خاصة وفي ذلك أقول أن المرأة الأفضل لها أن تذهب بسيارتها الخاصة فيها وثقة تامة أن هذا الشيء هو لإحماية المرأة قبل كل شيء وستجد ذلك فرقا في القادم من الأيام حقيقة أنا أستبشر بأن سيكون هناك ضوابط شرعية وضوابط اجتماعية وأبو كل تأكيد المرأة السعودية هي حارسة نفسها الأولى ليس هناك أحد وصيا عليها نعم دكتور نايف يعني من الإيجابيات في هذا القرار أن يمكن القول أن سقطت ورقة الابتزاز السياسي التي كانت تستخدمها بعض المنظمات للضغط على السعودية من خلال هذا الأمر كيف تنظر لذلك الآن بعد أن سقطت هذه الورقة؟ حقيقة أن المملكة العربية السعودية من سياستها ومن حكمة قادتها على مر العصور منذ دور المؤسس إلى خادم الحرمين الشريف الملك سلمان حقيقة لا تخضع للابتزازات ولا تخضع للمساومات مطلقة وفعلا استخدمت ورقة قيادة المرأة للسيارة بسخرية و باستهداف للمملكة بشكل كبير وللأسف ليس فقط من المنظمات الدولية والدول الأجنبية والمنظمات وإنما من دول كنا نحسبها شقيقة ووسائل إعلامية كانوا يسخرون من هذا ولكن نقول أن دائما المملكة العربية السعودية لأنها تنطلق من قواعد ثابتة وصلبة قالت أن هذا الأمر شاء داخلي وشاء اجتماعي وعندما تقبل المجتمع المملكة العربية السعودية فعلا تضررت من منع المرأة في السنوات الماضية تضرر كبير وأسيئة لسمعتها ومع ذلك لم تستجب لأنه كان ولي الأمر لا يرى أن المجتمع مهيئ إلى هذه المرحلة عندما تهيئ المجتمع وفق الرؤية وفق الأعداد وفق نسب التعليم وفق أنه جزء كبير من بنات السعودية يحمل رخص قيادة إذا ذهبت إلى أي دولة خارج المملكة العربية السعودية دولة أخرى تجدها تقود السيارة وبالتالي نقول أن هذا القرار حقيقة هو لضرورة اجتماعية وليس إلزاميا وإنما ترك للمرأة أن تتساوى مع الرجل في هذا الخيار من أرادت أن تقود فلها الحرية ومن أرادت أن تمتنع سينعكس هذا القرار إيجابيا عليها حتى ولو لم تقود لماذا؟ لأنه ستكون هناك سيارات التطبيقات أو سيارات الأجر الخاصة ستقودها النساء وبالتالي تستطيع أن تطلب من التطبيق سيارة تقودها إمرأة وبالتالي أنا أقول أن المملكة العربية السعودية رغم الخصوصية التي لديها إلا أنها لا تساوم على الثوابت سنوات طويلة والمجتمع يضغط أن المملكة العربية السعودية تسمح للمرأة بقيت سر ورفضت المملكة العربية السعودية عندما أصبحت هذه الحاجة اجتماعية محلية أصدر ولي الأمر هذا القرار وبالتالي لا نخضع إرادة المملكة السياسية لا تخضع للابتزاز أو المساومة لأننا لدينا الثقة بأنفسنا ثم بقيادتنا ثم بالشعب السعودي سيد عيسي في سياق التنمية والإصلاح والتطور في عهد الملك السعود شهدنا تعليم المرأة وحقها في هذا المجال أيضا في عهد الملك عبد الله حق المرأة في عضو مجلس الشورى وكذلك أن ترشح وتترشح في الانتخابات المجالس المدية في عهد الملك سلمان السماح بإصدار رخص القيادة للنساء كيف تنظر إلى ذلك في سياق تاريخي؟ البملكة العربية السعودية بالفعل كما ذكرت بدأت الرؤية أو رؤية الدولة رؤية دائما تسبق العصر وتسبق كل من يحاول التطبيط منها كما ذكرنا في بداية السبعينات الهجرية أو في آخر السبعينات الهجرية كان قرار الملك سعود بتعليم البنات أول مرحلة لظهور تيار يتصادم مع أي قرار يخرج ليس لشيء إلا لمجرد المخالفة استمر بعد ذلك وأثبت فيما بعد أن القرار كان صائب وأصبح بنات وأبناء أولئك المعترضين أكثر من يطلب التعليم اليوم ومن يقع في مواقع كيادية جاء بعد ذلك مرحلة الاعتراض على كل شيء وهذا الأمر يعني ديدا تيار معروف جدا في البلد يرفض من أجل الرفض فقط جاء في التسعينات أو الثمانينات وتسعينات الميلادية قرار أو عفوا دخول الدشوش للمنازل واعتراضهم أيضا وتكفير كل من يدخل الدشي لمنزله لكن في سياق الحقوق دكتور أستاذ عيسى في سياق الحقوق المرأة يعني هذا القرار يعني نظر إلى المرأة على أنها نصف المجتمع 50% بالمجتمع لذلك منح حق التنقل بسيارة خاصة وبدون تكلفة يعني مالية على الأسرة أو حتى على المرأة العاملة ما أريد الوصول إليه أن القرار دائما القرارات التي تأتي بدراسة وبتعمق ومن أعلى قيادة في البلد هي دائما قرارات تستبق نظرة بعض الأفراد المجتمع من من يحاولون دائما التطبيط من أي قرار يصدر أو التشكيك فيه أو رمي دائما كل الأمور في الجانب الديني الحكم أو النظر إلى الجزء الفارغ من الكاس كل شيء يحتمل الإيجابيات والسلبيات كيادة المرأة للسيارة فيها إيجابيات كبيرة جدا سواء على المجتمع اقتصاديا وتحقيق أيضا لتطورها وحماية حقوقها كامرأة كما ذكرنا هي نصف المجتمع تستحك من أن ننظر لها نظرة إيجابية ولا ننظر لها نظرة الحماية أو الوصاية المطلقة عليها نعم دكتور نايف يعني شهدنا بالأمس ردة الفعل الأولية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكيف أن الجميع رحبوا بهذا القرار يعني هذا يدل على أن المجتمع لديه توعية وهو أصبح منفتح وجاهز أيضا لتقبل مثل هذه القرارات حقيقة هو ليس فقط لديه تقبل أو ليس فقط لديه واعي بل هي حاجة أصبحت حاجة ضرورية وملحة لأن تعطى المرأة ما تبقى من حقوقها نحن نعرف أن هناك إصلاحات كبيرة في المنظومة الإدارية والقضائية في المملكة العربية السعودية وبالتالي نالت المرأة حقوق كثيرة كانت محل تضييق بالنسبة للمرأة الآن في ظل هذا القرار حقيقة أنه تقريبا اكتملت المنظومة منظومة الحقوق وبالتالي نقول أن هذا القرار يصب في توجهات الدولة لمساواة المرأة بالرجل بما يمكن المساواة بها من ناحية الحقوق بالتأكيد هو تنظيميا وبالتالي نقول أنه دائما المجتمع السعودي حقيقة أنه ما كان يفصل بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات إلا في فترة معينة ضخم هذا الفصل بحيث أصبح مثار حقيقة ريبة وعملت عليه مجموعات حقيقة لها مصالح في أن تبقي المجتمع في فترة احتقان وتبقي المجتمع في حالة توتر اتضح مع الوقت أن هذه المجتمعات هذه التنظيمات أو هذه التوجهات هي لديها أجندة خاصة بها نجد أنهم فعلا أصحاب آراء مزدوجة نعم دكتورة يعني يوما ما هذه المنظمات كانت تتشدق بحقوق المرأة وكأنها أحرص من الدولة على المرأة وفي هذا الجانب لكن الدولة كانت حريصة وتنتظر الوقت المناسب حتى يكون المجتمع مهيئ لها مثل هذا حتى المجتمع السعودي المجتمع السعودي حقيقة كان لدينا يعني بوضوح وبصراحة كان لدينا تيار متطرف في التشدد وتيار آخر يدعو إلى التحلل يدعو إلى الحرية المطلقة وهم كلف المجتمع السعودي وذهب المجتمع السعودي في أغلبه الأعم هو مجتمع خير مجتمع وسطي مجتمع منفتح مجتمع يريد الحياة ويريد التقدم ولذلك هذا القرار نبع من حاجة المجتمع وليس فقط للرد على الآخرين أو للتشكيك بمواقف الآخرين انطلق هذا القرار من حاجة ضرورية للمجتمع كانت تعطيل المرأة في تلك الفترة ترتب عليه جلب هذه الأعداد الهائلة من السائقين جلب تصدير أموال طائلة لخارج المملكة يعني يكفي أنك تأتي برجل غريب ليسكن في بيتك بثقافته وبدينه وعقيدته المختلفة ثم يختالي لأبنائك وبناتك وكأنه هو القيم عليه تخلصنا من هذا الحمد لله يا دكتور انتهت الحلقة أشكر ضيفي في الستوديو الدكتور نايفل وقار رئيس الدراسات المدنية بكلية الملك خالد العسكرية ومن أبهى عيسى الربعي صحفي في صحيفة الوطن الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر